السلام عليكم الناس الكل و معاكم اليوم احمد كافو كل عادة في فيديو جديد و اليوم نتقابل في فيديو نعرف عندي برشة معبطش فيديوهات عمالله غالب كنتم بقلق و مريض شوية اليومات اذو ما به ما علينا ان شاء الله عيدكم مبروكوا الناس الكل ان شاء الله كل عام و انتم حين بخير و ان شاء الله نقابلوا كما ريناكم تويكا نراكم ان شاء الله الصيف الجاي في صحة و عافية الولاد تانكيو سو متش تعبدالصيف ياسر طيارة و نفكركم حاجة غضوة صبحين نقرأ غضوة هو تويكا وقتين نصورها ما غضوة برنسيب تشوفوا فيه نارة اول نار نقرأ ما علينا نظموا في موضوعنا اليوم بيش نحكيو على كاسك اليوم بيش نحكيو على شركة كينجستون والسيري هايبر اكس هايبر اكس هي فرع من شركة كينجستون اه اختصاصه الجيمينج يصنع لزي سيس دي يصنع الكاسكويت وتعدل الكلافية حتى لسوري في بيلي عندها سيري هايبر اكس كلاود هي سيري متى دي كاسك كوي وعالاخر متى غيمينج هاتسيتس الاولين في المبيعات متى غيمينج هاتسيتس تويكا بريسك في العالم مجمع خاطر كاسك ارخيص ويعطيك كاليتين متى كاسكويت متى 200 دولار وكل اليوم بيش نحكيو على صغير العائلة اليو الحبيب هذي الكلاود كور السيدة هذي سوموا 50 دولار ياب 50 دولار في جير بيست جير بيست اللي وفرته لنا معلينا خلينا نشوفوا هالخمسين دولار كما يوفرون لنا برابور الكاسكويت الآخرين اللي ثلاثة واربع مرات سوموا مغير ما زيدوا في الهديف يالله نبدأوا الروحي الهايبر اكس كلاود كور ارخص هاتسيت في سيري الكلاود ويأتي في سوم 47 دولار عند جير بيست وبصراحة إذا تنجم تشري من عندهم لا يمكنك تلقى شيئا خير من هكا في سوم هذا نبدأوا كل عادة بالبوكس البرزنتاسيون حلوة ومثخمة وتحس انك بالحق شريت حاجة دوكاليتي نحلوا البوكس ونلقاوا كل عادة وراق زيدينا طايشوهم الكاسكويتو الميكرو وكابل جاكويتو يقسم الجاكو متاع الكاسك الدوبور جاكو أخرين واحدة للصوت واحدة للميكرو بالنسبة للديزاين من أول نظرة تعرفوا موجه للجامر كلاود كور تحسوا عنده ستيل متاعه لكن نلقاوا متوفر بلومبرك اللي هو لكحة أكثرية العباد ومنهم نخيل لك حالخاطر ويمشي مع كل شيء اما اذا تلوج على ألوان أخرى لازمك تنجز الخوه الكبير بالنسبة للفريم نلقاوها بريسك الكل في الاليمينيوم ووراء الإيركاب نلقاوه براشد الومينوم مرسوم عليه لوغو هايبر ايكس بالأحمر ودير بيه البادي اللي بكله بلاستيك ومدهون في النوارمات وهذا اللي يخلي الكاسك ديما نظيف وما يوقطش الفينجر برينتش جملة بالنسبة للفريم نلقاوه نلقاوه مصنوعين من الجلد الاتوران والهيد باند مطرزة من الجنب بالأحمر وفي الوسط نلقاوه لوغو هايبر ايكس وهذا اللي يعطيك تناسق متع الوان ما بين البراشد الومينوم اللي فيه لوغو هايبر ايكس والهيد باند اللي مطرزة على جنب بالأحمر وهذا يعطي الكلور سكيم متع الاحمر ولكحل وهذا اللون ياسر يجبني ودجاكي اللون بتاع السوطاب الكلاود كور مصنوع بالبايد وتحس بالدورة بلتين تاعه كل مرة تستعمل ونلقاوه فيه سيني فوبيش يناسب الحجم بتاع راسه البادينج متع اليركابس محسوسين وهذا الكل والوزن متع الكاسك لها 120 جرام وهذا اللي يخلي الكلاود كور مرتاح برشة وصدقوني تنجمت عدي 3 و 4 و 5 سوية على لبس الكاسك وما تحسش به عبارة حاطة اصحابه هو هايبر ايكس صار لو فانتا لسا ميكرو تنجمت ناحيه و تركبه بوقت ما تحبه وهذا اللي يخلي الكلاود كور كاسك عالمي للخرجة كما تمشي تقرأ و تلبسه في الثنية ولا مارش ولا سبور ولا اي حاجة من القبيل هذية وهذه الكل زادة بسبب الساونت ايسوليشن خاطر اليركابس و الفورس متع الكاسك على الرأس يعطيه كومبو و يخليك ازولي على عالم الاخر موسيقى موسيقى بالنسبة الميكرو جي معاه البوب فيلتر و الوينت سكرين هذو هذية الصغيرة اللي تناحي الهواء او القبو معنى الصوت متع البوب الميكرو بقالتي متوسطة ماشي في الطيارة برشة اما قوم مهواش خائب الصوت اللي تسمى فيه رو لحيانا مغير إدتيتينك لحيانا ماشي من الكاسك ماشي ديركتما للكاميرا كم شنعب لكم مع الميكرو و هذة هي الميكرو و هذة هي الميكرو متع الميكرو كما تسمى صوت خير برشة نتعديه للصحية نتعدي الكلاود كور فيه زوز 53 مليمتر درايفرز دونك سي نورمال الكاليته بيش تكون اكثر من طيار برشا غيمينج هاتست عندهم درايفرز بالحجم هذية اما تلقى صوتهم يقزز الكلاود بالحق عالم اخر وما يتقارن بحتى كاسك اسماته في السوم هذية بالنسبة للإمبيدنس جي في 60 اوم يعني اون برنسيب اي تليفون وإلا ساوند كارد عادية تنجم تخدموه بالبهل بالنسبة للتست متاعي تعديته بزوز مراحل المرحلة الأولى هي الجيمينج على البيسي بالكاردسون انتيجري متاع الماسي زي وان سيفتي اي جيمينج 5 واللي فيها تكنولوجي متاع الاوديو بوست 3 وهوني كنت نسمع في اللي ديتايل كل بالباهة والباس موجودة وما هيش اوفر باورد كيما لكاسك الاخري الميتز واضحين الهايزي كريسب والصوت متاعه بصفة عامة ياسر طيارة نجمة السي اس جو والاف باس بصفة عامة اللي يحبه الساوند ستيج طاير وفي نفس الوقت باس مقبولة وهيكا البومبز وشوت جانز وهكا الحكاية متاع الورد جيمز والكل كيف كيف في البيس كات الصوت كان قوي وما لاحظتش حتى اخساره في الكلية باورد للبيسي المرحلة الثانية هي الميوزيك على تليفوني وبصفة عامة جسوي ساتسفات بالصوت الاوديو كيرفز كنترولي على الاخر وما فهميش حاجة اقوى من حاجة قمت برشة انواع متاع ميوزيك راب إلكترو فوكلز هاوس بروغريسيف هاوس حصلوا سمعت برشة انواع والكل بالحق عجبوني على الاخر وبرشة غنية بالحق تعود تكتشفهم تسمع تسمع ديتيلز ما سمعتهمش قبل مثلا بالديس سانك سون دو بورتون هيكا سمعني تسمع برشة ها جت ما معناه عريدت كل مرة تجرب كاسك جديد الغنية تعود تكتشفها وتسمع ديتيلز ما سمعتهمش بكاس آخر الكاسكوات اللي خليوك تسمع كل شي مانا كيما حب استوديو يسمعه هالك هما دي كاسك متاع 400 او 500 الف مانا اما بالحق إذا كان كاسك جديد يسمع كاليته هذي بالحق حاجة طيارة برشة بالحق عرفت عليش الحبيبات هذو هما الكلاودز وكل كلاود كور كلاود وان وكلاود تو عندهم الصمعة هذي معلم إذا كان كاسك هكايا معنى بخمسين دولار يعطيك كاليته هذي صدقني مكش بش تستحق كاسك آخر دي جاء كل ولي مليون وكل معلم خمسين دولار من بره حتى شي معنى في تونس يقولوا برشة في كاسك اما روا من بره ما يحكيوا بهم يشريوا الاسترو اي 50 متاع 250 دولار ويشريوا الكاسكوات معنى ما قلش من مئون وخمسين ومئتين دولار حاصيلوا معنى خمسين دولار ما يحكيوا بهم جملة اذا كان كاسك يعطي كاليته هذيه وبالحق راني جربت هدفونز غالي برشة وبالحق الكاسك الصوت اللي اسمعته في الكاسك هذيه اذا كان بخمسين دولار بالحق نعود فيها اما بالحق رأي ونصف لكم كاليته ياسر طيار كما نلخص الهايبر اكس كلاوت كور كاسك طيارة برشة بلد كوالي دي كاسك على الاخر الكمفور اسم على مسمى عبارة اصحاب فقرازك والصوت اللي وفره لك ما تلقاش في دي كاس جيمي متاع مرتين وثلاثة مرة تسوم الحاجات الخائبة اللي بلوز ومات نجم تقول ما يعني وشاي بالنسبة لي هما الكاليته الميكرو كان ينجم يكون خير نقص في اكسسوار اللي يكونوا موجودين خاطر ميش فالور كبيرة وانك بش تزيد من عرشنا بوشيت وحكاية كيس وستيكرز وفي الأخر الكابل متاع الكاسك بيدو فيها يرقص شوية من داخل ميش حكاية كبيرة برشة اما ممكن نعرشنا بالاستعمال يصير مشكل اما بنسبة لي بولو مامو عادي يحكي سامبل اما ممكن نتقلق بعديك اما بولو مامو اموري سانكسين اذا كانت هذه الريفيو متاع الهايبر اكس كلاود كور كاس كيسر طيارة اذا كان اعجبك الفيديو حطنا لايك اذا كان ما اعجبك اشتركنا ديس لايك كومنت وشير وسبسكرايب احنا تويكة 9400 ان شاء الله ناخدتو 15000 في اقرب وقت حبيتنا اخبتوهم قبل القرية امر الغالب الديفوائي متاع الميش ديس ديسان مازال موجود حتى لي نوصل و 10000 ان شاء الله باش نفاوه ونعملوا لايب ستريم وان شاء الله نرقاوكم حاضرين كل نهار احد العشية مع صبري عنا الهاردوير بروز السري جديدا اقرأوا على روحكم وصلوا قبل ومراجع في فيديو جديد